السلام عليكم إذن ما الفرق بين العدد والرقم لنأخذ اللغة العربية مثلا فهي تتكون من عدة أحرف من 28 حرفا ألف با جيم إلى آخره إذن من هات 28 حرفا يمكن كتابة قاموس اللغة العربية كذلك اللغة الفرنسية فهي تتكون من 26 حرف إذن من هذه 26 حرفا يمكن كتابة جميع كلمات قاموس اللغة الفرنسية إذن الحروف تمثل الأرقام لشفر والكلمات تمثل الأعداد لنم إذن الحروف أو الأرقام هي محدودة إذن لشفر إذن يوجد فقط عشرة أرقام سفر حتى التسعود إذن انطلاقا من هذه الأرقام يمكن كتابة أعداد الأعداد إذن غير محدودة يعني أعداد غير محدودة لنأخذ مثلا واحد وثلاثون إذن واحد وثلاثون هو عدد إذن نمبر إذن نمبر إذن هذا العدد يتكون من رقمين شفر ديونيتي شفر ديزان إذن رقم الوحدات رقم العشرة مثلا العدد إذن هذا العدد يتكون من أربعة أرقام إذن أربعة أرقام إذن أربعة أرقام شفر ديونيتي رقم الوحدات شفر ديزان دو صونتين دو صونتين دو ميلي العدد مثلا واحد العدد واحد يتكون من رقم واحد إذن إنسول شفر ينسول نمبر إذن هذا الفرق ما بين العدد والرقم الأرقام كلنا محدودة من صفر حتى تسع الأعداد هي غير محدودة العدد غير محدودة